بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هل تعرف لماذا مشى النبي على أطراف أنامله عند دفن خادمه سعلبة؟ ومن هو سعلبة؟ وما حكايته؟ وما قصته؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجي نشوف صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كان سعلبة رضي الله عنه يخدم النبي في جميع شؤون وزت يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة تختز وأطال النظر إليها فأخذته الرحبة وخاف أن ينزل الوحيد على رسول الله بما صنع فلم يعود إلى النبي ودخل جبالا بين مكة والمدينة ومكث فيها قرابة أربعين يوم فنزل جبريل على النبي وقال له يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أن رجلا من أمتك بين حفرة في الجبال متعوذ به فقال النبي لعمر بن الخطاب وسلمان الفارس انطلق فأتياني بسعلبة ولما رجع بعد أن قال هذا هو رسول هذا يا رسول الله فقال له ما غيبك عني يا سعلبة قال ذنبي يا رسول الله قال أفلا أدلك على آية تمح الزنوب والخطايا قال بلى يا رسول الله قال قل بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم قال ذنبي أعظم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كلام الله أعظم ثم أمره بالانصراف إلى منزله فمر من ثعلبة ثمانية أيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقموا بنا إليه نذهب إليه لنرى لماذا تأخر هذه الفترة ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رأس ثعلبة في حجره لكن سرعان ما أزل ثعلبة رأسه من على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لما أزلت رأسك عن حجري قال لأنه ملآن بالزنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تشتكي قال مثل دبي بالنم بين عظمي ولحمي وجلدي قال الرسول الكريم ما تشتهي قال مغفرة ربي فنزل جبريل فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض قطايا لقيته بقرابها مغفرة فعلمه النبي بزال فصاح صيحة بعدها مات على إثرها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وكفنه فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يمشي على أطراف أنامله فلما انتهى الدف قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد رأيناك تمشي على أطراف أناملك قال الرسول والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض منكسرت ما نزل من الملائكة لتشيع سعلم يا حبيب يا رسول الله لا إله إلا الله شكرا